أبناء الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس جديد من دروس مادة الدرسات الاجتماعية الصف السابع فرع الجغرافية عنوان الدرس الأقاليم المناخية الجزء الثاني أهداف الدرس هيا بنا سويا نتعرف على أهداف الدرس يتوقع من الطالب أن يحدد على خريطة العالم للأقاليم المناخية موقع الأقاليم الحار يقارن بين الأقاليم المناخية الحار من حيث الموقع الفلكي والخصائص المناخية يحدد أوجه الشبه والاختلاف بين إقليم البحر المتوسط والإقليم الصيني التهيئة والتمهيد أعزاء الطلاب درسنا في الدرس السابق الأقاليم المناخية فما المقصود بالإقليم المناخي؟ أحسنتم توصلتم إلى الإجابة سريعا يقصد بالإقليم المناخي؟ هو منطقة متشابهة بخصائصها المناخية من حيث الحرارة والأمطار والرياح والرطوبة ومتميزة عن غيرها من الأقاليم المجاورة والآن الهدف الأول يحدد على خريطة العالم للأقاليم المناخية موقع الأقاليم الحر عرفنا في الدرس السابق الأقاليم المناخية الحر التي تنقسم إلى الإقليم الاستوائي الإقليم المداري الإقليم الصحراوي هيا نحدد سويا موقع تلك الأقاليم الإقليم الاستوائي كما يبدو في الخريطة ثم الإقليم المداري بجوار الإقليم الاستوائي ثم الإقليم الصحراوي باللون الأصفر الغلق البنائي عزيز الطالب قم بكتابة ما تشير إليه الأرقام التي على الخريطة المطلوب منك عزيز الطالب تذكر اسم الإقليم المناخي الذي تشير إليه الأرقام التي على الخريطة واحد اثنان ثلاثة من توصل إلى الإجابة أحسنتم رقم واحد يشير إلى الإقليم الصحراوي رائعون بينما رقم اثنان رائع الإقليم المداري ورقم ثلاث الإقليم الاستوائي أحسنتم الهدف الثاني يقارن الطالب بين خصائص الأقاليم المناخية الحر من حيث الموقع الفلكي والخصائص المناخية أولا الإقليم الاستوائي الموقع الفلكي يمتد الإقليم الاستوائي بين دائرتي عرض صف وثمان درجات شمال وجنوب خط الاستواء أما من حيث درجة الحرارة والأمطار فهو يتميز بحرارة مرتفعة وأمطار غزيرة طوال العام الإقليم الاستوائي أعزاء الطلاب بين صف وثمان شمال وجنوب خط الاستواء يتميز بالحرارة المرتفعة والأمطار الغزيرة طوال العام الإقليم المداري ثاني الأقليم الحارة الموقع الفلكي يمتد بين دائرتي عرض ثمان وثمان عشر درجة شمال وجنوب خط الاستواء أيلي الإقليم الاستوائي أما من حيث درجة الحرارة والأمطار فهو يتميز بصيف طويل حار غزير المطر شتاء قصير دافء جاف إذن القيم المداري أعزاء الطلاب بين دائرتي عرض ثمان وثمان عشر درجة شمال وجنوب خط الاستواء ومن حيث الحرارة والأمطار صيف طويل حار غزير المطر شتاء قصير دافء جاف الإقليم الصحراوي ثالث الأقليم الحر من حيث الموقع الفلكي فهو يلي الإقليم المداري يمتد بين دائرتي عرض ثمان عشر وثلاثون درجة شمال وجنوب خط الاستواء أما من حيث درجة الحرارة والأمطار فيتميز بما يلي ارتفاع درجة الحرارة صيفا وانخفاضها شتاء والأمطار نادرة الإقليم الصحراوي على السؤال التالي استنتج من خلال الجدول الصابق في أي الأقليم المناخية تتقع دولة قطر؟ هل تقع في الأقليم الاستوائي؟ أم تقع في الأقليم المداري؟ أم تقع في الأقليم الصحراوي؟ أنتظر منكم الإجابة رائعون الإقليم الصحراوي تقع دولة قطر داخل نطاق الإقليم الصحراوي أحسنتم عزيز الطالب قم بفتح الكتاب المدرسي صفحة ثمان وثلاثون السؤال الرابع رقم واحد ما الخصائص المشتركة بين كل من الإقليم الاستوائي والمداري؟ أنتظر منكم الإجابة هناك من توصل إلى الإجابة أحسنتم الخصائص المشتركة بين كل من الإقليم الاستوائي والمداري هي رائعون يتميزان بارتفاع يتميزان بارتفاع درجة الحرارة والأمطار الغزيرة يتميزان بارتفاع درجة الحرارة والأمطار الغزيرة الهدف الثالث يحدد أوجه الشبه والاختلاف بين إقليم البحر المتوسط والإقليم الصيني أعزاء الطلاب تنقسم الأقليم المعتادلة الدفئة إلى الإقليم الصيني وإقليم البحر المتوسط ها هو موقع الإقليم الصيني انظروا انظروا ها هو موقع الإقليم الصيني الذي يوجد في شرق القرارة بينما إقليم البحر المتوسط ها هو إقليم البحر المتوسط في غرب القرارة رائعون عزيز الطالب قم بكتابة ما تشير إليه الأرقام التي على الخريطة أذكر اسم الإقليم المناخي رقم واحد ورقم اثنان من توصل إلى الإجابة الصحية أحسنتم رقم واحد يشير إلى الإقليم الصيني بينما رقم اثنان يشير إلى إقليم البحر المتوسط رائعون الهدف الثالث يحدد أوجه الشبهي بين أوجه الشبهي والاختلاف بين إقليم البحر المتوسط والإقليم الصيني الإقليم الرئيس نحن نتحدث على الأقاليم المعتدلة الدفيع الأقاليم الفرعية حيث تنقسم الأقاليم المعتدلة الدفيع إلى الإقليم الصيني وإقليم البحر المتوسط الموقع الفلكي الإقليم الصيني يمتد بين دائرتين عرض 30 و40 درجة شمال وجنوب خط الاستواء شرق القرات بينما إقليم البحر المتوسط يمتد بين دائرتين عرض 30 و40 درجة شمال وجنوب خط الاستواء غرب القرات أما من حيث درجة الحرارة والأمطار صيف حار شتاء دافئ وأمطار طوال العام أما بالنسبة لإقليم البحر المتوسط فصيف حار وجاف شتاء دافئ وممطر الغلق البنائي قم عزيز الطالب لفتح الكتاب المدرسي صفحة 34 ما أوجه الشبه والاختلاف بين الإقليم الصيني وإقليم البحر المتوسط أحسنتم هناك من توصل إلى الإجابة رائعون وجه الشبه كلاهما يقعان بين دائرتين عرض 30 درجة و40 درجة شمال وجنوب خط الاستواء والشتاء فيهما دافئ أما وجه الإختلاف الإقليم الصيني في شرق القرات إقليم البحر المتوسط يقع في غرب القرات ملخص الدرس درسنا في هذا الدرس ما يلي 1- قمنا بتحديد موقع الأقاليم المناخية الحر على خريطة العالم للأقاليم المناخية تعرفنا على الخصائص المناخية لكل إقليم من الأقاليم المناخية الحرة الاستوائي المداري الصحراوي وقمنا بتحديد أوجه الشبه والاختلاف بين الإقليم الصيني وإقليم البحر المتوسط وكان وجه الشبه كلاهما يقعان بين دائرتين عرض 30 درجة و40 درجة شمال وجنوب خط الاستواء والشتاء فيهما دافئ وجه الإختلاف الإقليم الصيني شرق القرات إقليم البحر المتوسط غرب القرات الغلق الختامي الكتاب المدرسي صفحة 37 السؤال الأول رقم 2 ورقم 5 رقم 2 اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية إقليم مناخي يمتد بين دائرتين عرض 0 و8 درجات شمال وجنوب هل هو الصيني الاستوائي المداري الصحراوي أحسنتم الإجابة الصحيحة هو الاستوائي السؤال رقم 5 إقليم مناخي يتميز بارتفاع درجة الحرارة صيفا وانقفاضها شتاء ونضرة الأمطار القري الصحراوي المداري الصيني رائعون هو الاقليم الصحراوي أعزاء الطلاق من خلال تطبيق Microsoft Teams يمكنكم الرجوع إلى المعلم الصف لمناقشة الدرس والإجابة على جميع استفسراتكم دمتم في رعاية الله وحفظه وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ترجمة نانسي قنقر